اشتركوا في القناة 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 أنا قلت كويس جدا واللي يفتكر واللي يرجع لكلامي عن روي فيتوريا أنه واحد من المدربين للسبشارت أنا بيهم شخصان خير مدرب عنده سيفي محترم عنده رغبة في أنه يثبت نفسه مع منتخب مصر بداياته كانت مبشرة لكن قلت أنه ما فيش اختبار حقيقي أو محك حقيقي تقدر تقيس عليه قدرات روي فيتوريا كمدير فني المنتخب مصر قلت أنه ده يبان في مراحل جاية بعد كده وأول تحدياته تحدي صعب جدا هو بطولة أمم أفريقيا عشان كاي بقولك ما كانش يهمني مبارح أنه منتخب مصر يتعادل أو يكسب يعني الخسارة دي خلتنا نحط إدينا على كتير من المشكلات اللي بالمناسبة بالمناسبة ما ظهرتش بس في مطش تونس ظهرت كمان في مطش أثيوبيا اللي احنا لعبناها هنا في القاهرة واللي كسبناها يعني بشق الأنفس زي ما بيقولوا واحد سفر بعد معاناة عنيفة أثيوبيا لعبت علينا مطش في القاهرة هنا كبير جدا وكانت قريبة جدا متعادل فالحقيقة خسارة مبارح كشفة كشفة لأخطاء كتير جدا أخطاء كتير جدا عند الجهاز الفني أنا مش بهاجم روي فيتوريا بس أنا بقول وجهت نظري في أسباب خسارة مصر مبارح واحد الاختيارات اختيارات مستر روي فيتوريا فيه لتشكيلة منتخب مصر عليها علامات استفهام كبيرة جدا فيه أسماء أنا مش هقول أسماء عشان ما حركش حد وارد برضو ممكن نبقى فيه بداية موسم ففيه لعبة كتير جدا ما وصلتش الفورمة لكن في النهاية من الواضح للجميع أنه اختيارات روي فيتوريا عليها علامة استفهام والكلام على أنه فيه غياب لعبين أساسيين في منتخب مصر شيء يحسب على الجهاز الفني ما يحسبش ليه حتى لو قلت لي لعبة الأهلي لأنه لعبة الأهلي كانت موجودة في مطشي أثيوبيا لكن برضو ما كانش فيه جديد يعني اللي قارن بين أداء منتخب مصر مبارح ومنتخب مصر أمام أثيوبيا رغم أن احنا كسبنا أثيوبيا وخسرنا من تونس هيلقي أنه أداء منتخب مصر مبارح أفضل نسبيا من مبارات أثيوبيا رغم أنه مطشي أثيوبيا لعبة فيه لعبة الأهلي الدولية وفكرة أنك تقول لي أصلي ما عنديش بديل دي قصتك أنت مش قصتك أنا كجمهور وما تسألنيش مين مفترض يكون بديل لإسم زي حجازي أو الوينش أو عبد المنعم دي شغلانتك أنت كجهاز فني وشغلانتك أنت كرويفيتوريا تطلع من القماشة الكبيرة العريضة الضخمة دي لعبة تصلح لأنها تمثل منتخب مصر فكرة أنك تراهن على المضمون أو تراهن على اللي بيطلب منك أو تراهن على اللعيبة اللي ممكن تكون محسوبة على إسم منتخب مصر دي تتحمل أنت مسؤوليتها أنا كجمهور ما تحملهاش وعشان تبعي عارف من النهار ده أنا بقولها لك يعني طبعا أتمنى أنه ربنا يخلف ظني لكن حجازي والوينش مش موجودين مع منتخب مصر في أمم إفريقي عشان ما تراهنش يعني أنه الدنيا هتتعدل يعني حجازي والوينش هيكونوا أعتقد يعني حسبيا بعاد جدا عن منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا وارد حد يلحق ما حدش برضو الواحد ما بيقراش الغيب لكن في النهاية حسبيا لتنين بعاد جدا لغاية لما يرجعهم الإصابة ويعملوا برنامج التأهيلي ويرجعوا يكتسبوا يعني حساسات مباريات ويوصلوا للتوب فورب يدخليهم يخشوا بطولة زي أمم أفريقيا أنا بقولك مش قبل أربع خمس شهور فبالتالي عليك أنك أنت تجد البديل من دلوقتي وخصوصا أنه جزء كبير من قوام المنتخب المصري كان موجود مبارح حدش يختلف على كواليتي محمد صلاح حدش يختلف على كواليتي مصطفى محمد حدش يختلف على كواليتي مرموش ولا زيزو ولا طرق حامد ولا حمدي فتحي ولا 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 أسماء كتيرة جدا كانت موجودة لكن كان فيه عرض باهت جدا جدا من المنتخب مصري وده الجزء الإيجابي في الموضوع اللي إحنا يعني بنتكلم دا في المباراة صحيح النتيجة تهم وصوصاك بتلعب مع تونس وصوصاك بتلعب على أرضك ففيه جزء مهم جدا أنك أنت تحقق مكسب معنوي وتطمن الجمهور لكن مهم كمان وده الغرض الأساسي من الوديات بعيدا عن التصنيف اللي مش هيفرق زي ما قلنا لكم من شهور فاتت لا من قريب ولا من بعيد فيه وضع مصر على رأس مجموعة في بطولة أمم أفريقيا خسرتها هو من تونس برضو مصر على رأس مجموعة في بطولة أمم أفريقيا خسارة إمبارح لا تغير من الوضع يمكن غيرت على مستوى الترتيب العالمي تراجعت مصر من الـ 34 مركز 34 للمركز 35 ده بس الجانب السلبي رقميا أو يعني إحصائيا كأثر لمباراة إمبارح لكن فنيا مباراة كشفت عيوب كتير جدا جدا في الاختيارات في إراية المباراة في التغييرات في طريقة اللعب تحتاج منك شغل مهم جدا هتلاعب عتولة القر مش هتلاعب غينيا وإثيوبيا هتلاعب السنغال وهتلاعب الجزائر وهتلاعب المغرب وهتلاعب كوديفوار وهتلاعب غانا وهتلاعب الكاميرون مستويات يعني عالية جدا وبالتالي يجب أنك أنت تكون جاهز لده وأتمنى أن المسؤولين طبعا يوضحوا يعني أعتقد أن هم موضحين بس أتمنى أن هم يقولوله أو يفهموله أنه دي أول مرة سنة أولى أمم أفريقيا بالنسبة لرويفيتوري طيب النهاردة عندنا إيه؟ عندنا كلام كتير طبعا عن أمورات اتحاد العاصمة والنهاردة هنقرأ عمليا شكل اتحاد العاصمة لتغير يعني طبعا الفرقة زي اللي بيتابع السادسة وكلامنا على صفقات الفريق اللي حصلت السنة دي إحلال وتجديد أو إحلال وتبديل لأنه تقريبا نص الفرقة مشت وفيه نص فرقة جديد جهة طيب إيه مواطن الضعف؟ مواطن القوة الثغرات اللي ممكن يلعب عليها النادي الأهلي السيناريو المتوقع من عبدالحق بن شيخة مديل فني للتحاد العاصمة والراجل ده يعني أنا بحترمه جدا على مستوى إدارته الفنية المباريات عارف دايما واحد عارف طريقه لمنصة البطولات توج في تونس توج في المغرب توج في الجزائر فاز بألقاب قرية وبالتالي هو مدرب مش جديد على الألقاب والبطولات وعارف إزاي ممكن يكون بواجه وقال دفتع صريحاته اللي احنا استعرضناها مع حضراتكم إزاي ممكن يكون بواجه الأهلي لكن اللي بيدور في ذهنه هنخش ونحاول ندخل كده لقضة لبس تحاد العاصمة نقرأ السيناريو المتوقع ونشوف إيه الطريعة الأمثل بالنسبة ل مارسل كولر ممكن يكون بيفكر فيها التشكيل الصفقات الجديدة هل من الورد مشاركتها ولا لا كل التفاصيل متعلقة بسوبر إفريقيا بداية السيزن هتكون معنا في حلقة النهاردة وزي ما قلت لكم هنروح السعودية إن شاء الله نتطمن على بعثة النادي الأهلي بس قبل ما نبدأ الحلقة وندخل في تفاصيلها فاصل سريع ونرجع لحضراتكم